ضيف العزيز أستاذنا رسوس دكتور سيد الأخرس أهلا بك دكتور أين عايزة بتاع الحوار المثير ده لأن اليوم هناك مفاجئات وحوار مهم العلمي وتفسيري مهم جدا لكن هو السؤال اللي أنا طول الوقت طول ما أنا جايب أسأل نفسي لماذا بطارة الراحة من المهاجرات الآن سؤال من 1860 من أول اكتشاف المرض عند عالم جليل روكتانيسكي تحت المايكروسكوب واكتشف بقرة بطانية الرحم المهاجرة نخارج من مكان الرحم وبدأت القصة من اليوم ده بعد ما كان المرض هل بجد صدفة ولا ليه قواعده الخاصة ولا هو كيان كامل لفلسفة وليه أدواته وإحنا نجهلها أحيانا نكتشف المرض ونربطه بطريقة ظهور بشكل معين فنفاجأ أنه ما تمشيش مع طرق تانية بمعنى آه ده بطانة الرحم المهاجرة هذا الكيان الغير اكستر اردنري الغير اللي هو اكستر اردنري يعني غير تقليدي غير تقليدي متفرد أن بطانة الرحم لو اتفقنا أنها يالجزء لو ده الرحم يالجزء المباطن للرحم هذا النسيج اللي موجود في هذا المكان وليه علاقة بالدورة الشهرية إيه علاقته ببقية الجسم كيف تتواجد هذي الخلايا في أماكن مختلفة يعني إيه مريضة تيجي تنزف من العنف فتجد بطانة رحم مهاجرة يعني إيه مريضة تكح فينزل دم فيطلع بطانة رحم مهاجرة يعني إيه مريضة يحصل فيه الحاح بولي وتبول أحيانا لإرادي أو متكرر فتكتشف أنه مش التهاب ده بطانة رحم مهاجرة إن فيه دم في البول دم السرطان ده بطانة رحم مهاجرة يعني إيه انتفاخ في البطن ده بطانة رحم مهاجرة يعني إيه ألم في العضلات ده بطانة رحم مهاجرة يعني إيه تعب لا تشف منه أبدا كورونيك فاتيك سندروم ده بطانة رحم مهاجرة يعني إيه كحة وأزمة ده بطانة رحم مهاجرة يعني إيه حمى بحر متوسط بتطلع بطانة رحم مهاجرة يعني إيه مالتو بالسكولوروزيس ويطلع بطانية رحم مهاجرة يعني إيه خلل في الغدة الدرقية ويطلع بطانية رحم مهاجرة يعني إيه بقر في الجسم طلعة ونديول ورم في العضلة البطن تطلع بطانية رحم مهاجرة يعني إيه دمور في عضلة ويطلع بطانية رحم مهاجرة يعني إيه ألام في السياتيكا والأعصاب ويطلع عن موضوع بطنة راحة مهاجرة يعني ايه يعني ايه هذا الوحش داخل المرأة وبيظهر امتى واذا كان ليه توقتي معين فازاي كمان يطلع لبنات لسه الدورة ما نزلتش اذا كان احنا بنقول مرتبط بالدورة يعني لو قلنا ان خلاياه بتنتقل عن طريق الانبيب وتخرج برا يعني فنلاقي انه موجود لبنات مش موجود ليهم ارحم اصلا وفي بطنة راحة مهاجرة الله مش كنا بنقول لو شن الرحم نعالج بطنة رحم المهاجرة طب اللي ما عندهاش رحم عنده بطنة رحم مهاجرة ازاي طب مش قلنا لو شن الرحم والمبيضين بالتالي اذا كان هو بيعتمد على الهرمونات اللي طالع من التبويض فشن المبيض اهو واذا كان هو بينزل من الرحم فشن الرحم اهو فتتحل المشكلة فلاقي ان في بطنة رحم مهاجرة يعني ايه بعد سن انقطاع الدورة وما يطلق غلط يعني غلطا كده او يعني جملة خطأ انه سن انقطاع الدور سن اليأس ويطلع بعديه بطانة رحم مهاجرة الله يعني ايه انه بعد انقطاع الدورة وتاخد بعض الهرمونات التعوضية فتنتشر بطانة رحم مهاجرة طب انا شلت الكيس رجع تاني ليه طب ايه كمان بطانة رحم مهاجرة هل كان الحل فقط هو جراحي ولا دوائي ولا دوائي جراحي وهل بطانة رحم مهاجرة هل هي فقط بس اللي احنا بنتكلم عليه كيسة الشوكولاتة اللي موجود في المبيض ولا احنا بنقسمها الى اوفيرين واكسترا اوفيرين يعني ايه يعني في المبيض وخارج المبيض وفي المبيض وخارج المبيض فنيجي نقسمها تاني داخل الحوض وخارج الحوض يعني لو جات في المبيض والأعضاء المجاورة ليه فدموها ده آخر الحود يعني خلاص بالمجاورة بدأ المرض ينتشر من عضو إلى آخر بالتلامس بس تفصل إزاي اللي راحت الرئة وتفصل إزاي إن يحصل كتامينيال نيوموسوركس يعني يعني يحصل فيه تجمع أو هواء داخل الرئة شهرياً أو مع الدورة الشهرية أو يحصل كوحة دموية شع حتى لو كان رير فنيجي نقول عنوان كبير لماذا بطانية الرحمة المهاجر رقم واحد هو أنا جالي ليه بطانية الرحمة المهاجر زي أسئلة كتير جداً من البنات مش مانا لا اللي جاني بطانية الرحمة المهاجر هو ده خلل ولا وراسة ولا طريقة أكل ولا هرمونات غلط ولا تعرضت إلى البيئة هل هي ده فقط الأسباب ولا في أسباب أخرى المرض ده له طبيعة هرمونية له طبيعة تأثيرها هرمونية لأنه برضو وله علاقة بالبطنة وثيقة إحدى مرضانا الجميلات بتقول إيه بتقول لك بدأ بس يكون بدأ يكون التهابي ده شكل التهابي وصل لمرحلة الصديد فبدأ من كتر هذا الالتهاب بدأ يحصل تضخم في الطحال الحتة دي مهمة أوي حتة مهمة أوي حتة أنه تدل على أن هذا المرض مناعي ما يسمى بإرتيكولر سيستم بورولي فريشي اللي هو تضخم الجهاز المسؤول عن إنتاج الخلايا أو التعامل مع الخلايا ده الجهزة للتصدي للالتهاب زي الطحال فتضخم الطحال هنا في مرض في حالة مش المفروض تضخم الطحال احنا بنخاف منه ليه مفكر أنه ده قد يكون مرض قد يكون أوراق للكيميا للكيميا للمفومة الكلام اللي هو ده اللي كن السراطنات خالص أو إذا كان بدأ يحصل سراطنات الدم أو بدأ يحصل زي ما أنت قلت إيه ارتكول اندوسيليال سيستم بقى بدأ يحصل بورول فريشي آه وبدأ ينتج بقى هايبر بليزي طيب إحنا كنا عاوزين نمشي بخطوات يعني إيه النهاردة تأكدية وستيب باي استيب للناس عشان أنا نفسي كان يفهموا النهاردة بجد كيف تنشأ أو تصنع بطانة الرحمة المهاجرة ثم تصدر خارج مكانها الطبيعي وإيه هالتوازن ما بين هرمون الاستروجين والبروجسترون ولو هو مرض أصلا بيعتمد على غذاءه الحقيقي الاستروجين هرمون الاستروجين هرمون الاولوس والتالي يبقى فيه خلل فيه خلل لإنتاج هرمون البروجسترون عشان كده معظم الأدوية الخارجية تبقى هرمون بيروجسترون أو بيروجستروجين زي كلها المصنعة بكل أسماءها المختلفة عشان يعادل الاستروجين وبالرغم بعض الأدوية اللي بتبقى بنيديها زي النزائر الجنادوتروبين عشان توقف الاستروجين اللي نلاقي برضه المرض أحياناً على بعض الأدوية اللي توقف الدورة بينتشر وبيكبر إيه ده؟ لإنه هو عنده مصنعات الاستروجين الموضعي يعني لما تحرمه من الاستروجين العام في الجسم هو كل بقرة بقى تطلع استروجين خاص بيها شوف قديه ماكرو ولقمه وعنفه ولما بتدي بعض الأدوية زي اللي بتدور انه ما يكونش الاستروجين فيبدأ يتحسن الوضع ويأثر لبعض الناس وليه بعض الناس الجيناتكس اللي هم أرايب واللي نساب بالبيطانتراحم الماجرى تبقى موجودة فيه امتصل أحياناً لطبعاً أضعاف نلاقي كمان عندهم أن نسبة البروجسترون في جسمهم أقل من الطبيعي فيؤكد انتشار المرض عن غيرهم وعلى مستوى الخلايا والماتريكس اللي موجودة فيه الأرضية اللي موجودة فيها بطانتراحم والتوازن مع الميتالوبروتينز انزايمز والتيشو الميتالوبروتينز انهيباتورز يعني انزيم موجود في بطانتراحم مسؤول على انتاج الخلايا بتاعة بطانتراحم وواحد تاني يوازن ان البطانة دي ما تتوغلش فازاي واحد يبقى أقل من التاني فتلاقي ان البطانة تتوغل لما تخرج برة مكانها الطبيعي فتتوغل في الأنسجة ليه عندها استعداد تبقى انفيزف تغزو الأنسجة تخش تحت البريطون يعني ايه ده الكدرة دي عندنا نظريات مختلفة ولكن النهاردة بس عشان يبقى الحالة دي ما تعديش لانها صعب انها تتكرر بجد لو احنا هبدأ بحالة ان احنا بنتكلم على بطانتراحم المهاجرة وعلاقاتها بالمسانة البولانية حالة سين ولا حالة نون قبل ما نتكلم بس نبص بصة صغيرة هنا لو احنا وانا رجعنا للستوديو هنا وانا ده الجهاز البولي كليتين كده كليتين حالبين مسانة بولية رحم كليتين هل ممكن بطانة الرحم المهاجرة لو كده واضحة الامر قولي اه بس عايز اشيل الكب ده بعيده هنا نشيل ده كمه ايوة كمه واضحة الصورة كمه اه حلوة كليتين الكالية تنزل البول من الحالب حيروح المسانة البولية والمسانة البولية على بارة على مجرى البول خارجين ازاي بطانة الرحم المهاجرة احنا اتفعنا لو ده المبي الرحم خرجت من الرحم وراحت الجسم كله لكن ازاي تصاب المسانة البولية ببطانة الرحم المهاجرة ازاي تصاب الحالبين ببطانة الرحم المهاجرة ازاي تصاب الكلا ببطانة الرحم المهاجرة المسانة البولية ممكن تصاب المسانة البولية ببطانة الرحم المهاجرة يا اما primary legion يا إما جالها فيها مبدئيا مباشرة فيها أو اتنقل لها بالجوار يعني يا إما أثناء الجنين في بطن الأم لو قلنا المسانة البولية هنا يبقى ما بين المسانة البولية والرحم في جزء من تكوين الجنين يفضل موجود يا ما بين vasayco uterine أو vagino ما بين الرحم والمسانة البولية ما بين المسانة البولية والمهبل يفضل كامل الأنسجة دي لغاية لما البنت تكبر ويدب فيها هرمون الأستروجين والدورة الشهرية تنشط الخلايا دي اللي موجودة في علاقتها بالمسانة وتبدأ على سطح المسانة وتتوغل لداخل المسانة دي لو كان primary legion في المسانة البولية يا إما ياتروجينيك يعني بسبب جراحة قبل كده جراحة قبل كده ايه؟ في الرحم أثناء عملية كيصرية أو السقصة الرحم أو السقصة الورمليفي بعض الخلايا تخرج وتنغرز في المسانة البولية لو جرحت أو بقت على الخلايا الخارجية فتنزرع جوه يبقى ده شكل من أشكال المرض الموجود في المسانة البولية تيجي المرأة تشتاكب ايه؟ تشتاكب تكرار في البول حرقان في البول أحيان بول مدمم ممكن تشخص على أنه سرطان في المسانة البولية هل ممكن نتعامل مع البطانة نرحم المهاجرة في المسانة البولية؟ ممكن نستقصة للورم؟ عن طريق ايه؟ يئما نخش بمنزار مسانة بولية منزار في المسانة البولية يئما على منزار البطن ونتعامل طيب ده هنتعامل النهاردة ممكن نعرض أكتر من 15 حالة من داخل المستشفى الأمم في بطانة رحم واجرة داخل المسانة البولية اللي فوق دي دكتور حطت إيدو عليها دي المسانة البولية وتحتها الرحم وتحتها الرحم لكن احنا هنا كمان هنعرض عن حالة بدأ يحصل تلايف وبطانة رحم مهاجرة أصابت الحالبين لدرجة قفلت عليهم وبدأ الحالبين دولة يرتشحوا يعملوا ضغط فقا يعملوا ضغط لو اعتبرت الكليا دي بتنزل البول كده والكلية دي بتنزل البول كده وبعدين هينزلوا في المسانة تتميل المسانة يخرج البول برا لو اتضغط هنا وهنا بيبدأ يحصل ايه حوض الحالب ده يتوسع يوسع وبعدك هنا حوض الكليا لو بدأ يقفل يقفل لدرجة قفل تماما الكليا دي مش عارفة تصرف اللي فيها تتضخم تتضخم وبعد كده تضيع خلاص حصل لها لس وبعدين يحصل لها ضمحلال وتنكمش وتفشل تماما يعني بمعنى اضاك لو احنا اعتبرت عاوز اقولي ان حالبين رجعنا بس الصورة دي كده تننقرب منها حالبين اكد ان كل واحد منهم بينزل اهو نرفحها بقى شوية دي لو احنا قلنا قادل حالبين ماشي ماشي واضحة كده اه والاخدر ده حالب وبينزل نقاط البول والازرق ده حالب تاني وبينزل نقاط البول لغاية لما المسانة البولية تحت بتتجمع ولما المسانة البولية هتتجمع منها البول اللي نزم الكلاب باستمرار كده هنفضل المسانة اه لو اي جزء قفل الحالب ممكن يمنع البول ان ينزل بالشكل اللي نازل منهامر ده وبالتالي يحصل ايه ارتشاح في حود الكلة وارتشاح في حود الماء باستعالي نبدأ من مدام نادية فرحات مرض بطانية الرحم والمواجرة داخل المسانة البولية نقدر نستقصل الورم بالكامل بالمنزار اه عن طريق البطن وجزء عن طريق مسانة البولية انت نورتنا خليك وساعدت بهذه الزيارة ساعدة غامرة وفي النهاية رسالة اسمعها منك انت اللي هتختب النهار لجمهورك والله عاوز اقول ان احنا على الدرب مع بعض وعاوز اقول ان لسه الطريق طويل لمعرفة الحقيقة الكاملة لمرض مثل بطانية الرحم والمواجرة بابعاده الحقيقية بمدى انتشاره بمدى تعمقه بمدى خطرته بمدى الوعي المفروض بمدى حرصنا على بناتنا بجد ان احنا البيتر دان كيور او البيتر دان كيور يعني طيب او انسان وارع فقط ولكن ياخد كل اسباب الوقاية من الوقوع في المشاكل حتى في علاقته بالاخرين او بالمرض الحقيقة انت نورتنا واسعدتنا و يعني فعلا استفادنا استفادة كبيرة جدا من هذه ودائما مبتع ودائما متجدد وعندما اظن ان احنا وصلنا الى ذكر تفصيلي عميق جدا لمثلا المرض ما دائما بتبهرني في اللقاء اللي بعده وبتجيب لي حاجة جديدة للغاية عايز اقول حاجة مهمة جدا اسعدني جدا جدا حواري مع طيور مهاجرة مصرية اسعدني حواري جدا مع سيدة فاضلة عظيمة جدا مصرية تعيش في ألمانيا حقيقة اسعدتني جدا بحوارها واستماح علينا لقاء مع صديق في هولندا سيدة إبراهيم لقاء مع صديقي في أمريكا السيدة إلياس الناس دي بتتفرج علينا وبتتفرج علينا بجد وأسعدني جدا احساسهم وهم بيقولوا لي ان احنا بنبقى مبسوطين جدا وحنا بنقدمكم للأمريكان أو الهولنديين أو الألمان على ان دول هما المصريين الحقيقيين خليكوا دايما مع المصريين الحقيقيين وخليكوا دايما مع الدكتور